الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد سئل الإمام أحمد بن حنبل إمام أهل السنة متى يشعر المسلم بالراحة قال رحمه الله لا يشعر المسلم والمؤمن بالراحة إلا إذا وضع قدمه اليمنى في الجنة قبل ذلك تعب ونصب وهم فلا ينظر إلى الدنيا ونحن نقول يعني عش في هذه الدنيا بقدر ما يعني خذ منها بقدر ما تعيش فيها فكم تعيش في هذه الدنيا 60 70 80 سنة اعمل لستين سبعين سنة للدنيا لكن هناك حياة آخرة هناك خلود في الجنة هناك حياة نعيم في الآخرة اعمل بقدر ما تحتاجه في الدنيا وعمل بقدر ما تحتاجه في الآخرة عمل الدنيا بسيط يعني بدك تشتغل بدك تعمل هذا يعني مفروغ منه لكن عمل الآخرة يحتاج إلى جهد ويحتاج إلى تقوى ويحتاج إلى طاعة لأنك في المحصلة ستأخذ الراحة الأبدية والخلود في الجنة وأعظم من ذلك رؤية الله عز وجل في الجنة أسأل الله لي ولكم الجنة وأن تستلذوا وتستمتعوا برؤية وجه الله عز وجل هذا والحمد لله رب العالمين ترجمة نانسي قنقر